طيب على الجانب الآخر كان فيه كمان جدل واسع جدا جدا على مستوى مباراة الكنغو وبنين كمان شهدت خطأ قانوني جسيم جدا إجراء منتخب الكنغو الديمقراطية تغييرات الخمسة المتاحة عبر أربع توقفات حضراتكم عارفين فيه خمس تغييرات ولكن خمس تغييرات دول بيتم من خلال تلات توقفات في المباراة طبعا تم معارضة كبيرة جدا جدا ويمكن الحكم المصري طبعا السابق كابتن جمال الغندور هو كان مرائب هذه المباراة وكان فيه طبعا تقرير من بنين واتهمته أو اتهمت بنين من خلال تقريرها أن فيه مجاملة للأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني السابق طبعا لمنتخب مصر لطبعا جمال الغندور الحكم المصري وفيه شبه التواطق ما بين قصين كده أن فيه تواطق حصل في هذه المباراة كمان حضراتكم عارفين يمكن كان فيه يعني تويتا كده تلعب بيها طبعا مدير الفني لفريقنا النادي الآلي بيتسو متسماني طبعا وعمل هجوم عنيف على التحكيم يعني بعد طبعا فشل منتخب بلاده للصعود لأدوار الإقصائية أو النهائية في بطولة أفريقيا المؤهلة لكاس العالم وكتب يمكن تويتا على حسابه الشخصي على تويتر يهاجم فيها للتحاد في قارة أفريقيا بذات على مستوى التحكيم وقال لرقلات الجزاء في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم ما هذا الذي يحدث علامة استفهام كبيرة جدا من بيتسو المسلمان كمان تابع خلال التغريدة وقال إن مباراة القنغو أمام بنين وغانا أمام جنوب أفريقيا ما الحل لمثل هذه الأزمات والتحديات في الكرة الأفريقية كمان أضاف إن بسبب هذه القرارات الكارثية المسيرة للجدل نحن متأخرون عن أوروبا كثيرا سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية يجب أن يكون هناك حل طب هتكلم كمان على حضراتكم بفرصة تحكيم وتصفيات أفريقيا إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل هكون معنا طبعا حكمنا الدولي الصابق ناصر عباس هنشرح فيها أجزاء كتيرة جدا جدا من هذه يعني ضربة الجزاء وكمان هل العقوبة هتكون إدارية؟ هل منتخب القنغو سيحرم منها التأهل لأدوار النهائية لطبعا التصفيات؟ هل منتخب بنين للحق العادة المباراة؟ كل ده هنعرفه من خلال حكمنا الدولي ناصر عباس ترجمة نانسي قنقر